أهلا بكم مشاهدين الكرام على غرار باقي دول العالم يخلد المغرب اليوم العالمية للقضاء على الفقر مناسبة لتعزيز الوعي بضرورة مكافحة هذه الآفة التي لا تزال تشكل تحديا كبيرا للمجتمع الدولي ومناسبة أيضا للوقوف على الجهود التي تبذلها المملكة بتعليمات من الملك محمد السادس من أجل محاربة الفقر والإقصاء عبر وضع استراتيجيات وبرامج مبتكرة في إطار أوراش وطنية كبرى واستراتيجيات قطعية من أهم هذه الاستراتيجيات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وورش تعميم التغطية الاجتماعية فقد مكنت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في مراحلها الثلاث من التقليص من نسب الفقر في العالم القروي والإقصاء في الوسط الحضري وتدارك الخصاص على مستوى البنيات التحتية والخدمات الأساسية بالمجالات الترابية الأقل تجهيزا من أجل فك العزلة وتحسين الظروف السوسيو اقتصادية للفئات المعوزة وقد ساهمت الجهود المبذولة والتعبئة القوية التي شهدتها المبادرة خلال المرحلتين الأولى الممتدة من 2005 إلى 2010 وثانية الممتدة من 2011 إلى 2018 ساهمت في بلوغ المغرب الرتبة الثالثة عالمياً ضمن تصنيف البنك العالمي لأحسن البرامج والمبادرات الاجتماعية الهادفة تأثيرات تداعيات جائحة كوفيد-19 ساهمت كذلك في إعطاء زخم لجهود محاربة الفقر وتحقيق العدلة الاجتماعية في المغرب حيث أسهمت في تسريع تنزيل مفهوم الدولة الاجتماعية التي تروم التدخل من أجل حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن ففي أبريل 2021 الملك محمد السادس يعطي انطلاقة ورش تعميم الحماية الاجتماعية ورش شكل ثورة اجتماعية حقيقية لما له من أثار مباشرة وملموسة في تحسين ظروف عيش المواطنين وبفضل هذا الورش سيستفيد جميع المغاربة من التأمين الإجباري عن المرض كيفما كانت وضعيتهم أو قطاعات اشتغالهم سواء في القطاع العام أو الخاص وهو ما أصبح يضمن حق جميع المغاربة في الولوج وبدون استثناء للخدمات الصحية ولتعزيز الإجراءات العملية لتعميم نظام المساعدة الاجتماعية تم إنشاء آليتين هما السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد بغرض تسهيل تحديد المستفيدين وقد أكد الملك محمد السادس في الخطاب الذي وجهه لأعضاء مجلسي البرلمان بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الحالية أنه سيتم الشروع عند نهاية هذه السنة في تفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر على أن لا يقتصر هذا البرنامج على التعويضات العائلية فقط بل يشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة حيث سيهم هذا الدعم الأطفال في سن التمدرس والأطفال في وضعية إعاقة إضافة إلى الأسر الفقيرة والهشة بدون أطفال في سن التمدرس خاصة تلك التي تعيل أفرادا مسنين مجهودات المملكة في مجال محاربة الفقر والهشاشة مكنتها من تحسين مؤشراتها في مجال تنمية الاجتماعية والبشرية فبحسب تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائية خلال شهر يوليوز والذي صلت الضوء على جهود المغرب للحد من الفقر أكد أن المغرب يوجد ضمن 25 دولة التي استطاعت أن تخفض نسبة الفقر إلى النصف خلال 15 عاما إلى اللقاء